تزلي الشارع بقى وتنزل تحت العربية وتحلي وتربطي وتغري كوتش كل الكلام ده بتعملي تعيش الدنيا كلها والله انت أصلا خريجة هندسة دفعك كم أو أنا مش خريجة هندسة وأنا خريجة الكليات التكنولوجية كان معت فني صناعي 2017 قسم بهندسة سيارات يا لسه جديدة برضو السنتين أوه لسه جديدة انت دخلتي أصلا للقسم ده إزاي انت حب الموضوع من بدري لا القسم ده جي بالصدفة تماما عشان مجموع وكده كان كان أعلى مجموع وانت جيبها مجموع حلو أه الحمد لله فدخلت القسم ده عشان خاطر حكمني في موضوع المجموع ولكن أنا كتكل فكرتي زي أي حد فكرته إن دي للشباب الدنيا بقى هتعمل إيه في المجال دا أنا هتخرج منه هكامل دراسة في حاجة تانية أو في مجال تاني عشان أشتغل الفكرة دي شغلتك في الأول شوي الفكرة دي شغلتني وانا طريقتي شوية أنا بحب العملي قوي يعني لخلاني أدخل مجالي للتعليم الفني إن التعليم الفني فيه جزء كبير جدا من العمل أكتر من النظر يا ريت الناس اللي بتسمعنا تسمع كلامك لأن أنت عارفة ثقافة الناس عن التعليم الفني بص دي مشكلة عندنا في المجتمع الموصل يخلي بالك بنحاول يعني أنا أنا الصفحة نموذج حلوة هو مشرف جدا اتفرجوا عليها واستمتعوا وشوفوا دي بتعمل إيه أنا بحاول يعني أنا ببقى موجودة الصبح الشغلي الأساسي الصبح ببقى مدربة مكانيكا في الأكاديميات البحرية في مجمع خدمة صناعة ندربي بدرب مكانيكا عملي ها في المعهد التقني للدراسات المهنية احنا بدأنا فعلا نغير الفكرة عن التعليم الفني تماما حلو عمان ده أنا بشتغل بقى في الورش أنا كنت تعرف واحد صاحبي زي ما كان يفك الحاجة حلو قوي بس عارفش يركب كان بسمي نفسه عبقرينه بالمناسبة مش فاكرة عبقرينه بصراحة بيفك بس دي خطوة بس ما يركبت حك بدأتي خلاص بقى تقتحي بالمجال أنا اقتحامت المجال من خلال أنا كنت أيام الدراسة كنت الحمد لله بعد ما دخلت الدراسة خلاص وربنا قبل ما تدخلي القسم ما كانش في بالك أبداً أن أنت ممكن تروحي للمنطقة دي تماماً لأن المنطقة بتاعت شباب يعني أنا هعمل ايه ده كان علامة الاستفهام أهلك استشرفتهم في القصة يعني كلمتهم ولانتوا رضغتوا لأن هذا القسم الوحيد المتاح بقى في الوقت ده أو أنا كلمت أهلي بعدين بابا يعني كان قال لي طب انت هتعملي ايه نفس السؤال قلت له بص يا بابا أنا هاخدها أنها دراسة كده وان شاء الله ربنا يحلها بقى تمام بدأت كدراسة وخلاص بدأت كدراسة والحمد لله ربنا أكرمني وبقيت متفوكة وبقيت مشغولة قوي بالقسم يعني بقيت الورشة العملي في المعد عندنا مكنتش باسيبها ايه اللي شدك أصلاً للفكرة حبتيها ازاي الفكرة جات لي إن أنا بدخل السيكشن بتاع العملي فيه مطور بيتحرك ده بيتحرك ازاي يعني اللي بيخليه تحرك الفضول يعني هو اللي دفعك لكل حاجة الفضول بقى وإن ممكن يعني أنا كان نفسي إن أنا أكون دكتورة ونصغيرة كان حالة المحاية فحسيت إن أنا بقيت دكتورة سيارات يعني إن أنا في عربية كده عطلانة دي حاجة مش لازم حد يفهم هي فيها إيه فلما تعالجها هتمشي هي مش بالجدعانة لازم تكون فاهم أنت بتحرك إزاي لازم تبقى فاهم وإيه الخطوات اللي بتاخدها عشان تصلح العطل عشان تصلح العطل بالطريقة سوى بعدين لما أنا كنت متفوكة في الدراسة بتاعتي الحمد لله كان في منحة تبعا الأكاديميات البحرية في مجمع قدم الصناعة كانوا بيدوا كورسات لخريج التعليم الفني فبدأت التحقت بالمنحة دي وكان معايا كل اللي معايا كانوا مهندسين كانوا كلية هندسة وأنا كنت الوحيدة بس أنتوا الاتنين محطوطين مع بعض في نفس الخانة في نفس الخانة وأنا كنت في كلات تكون جاي كنت في كلات حسيت بفرق حسيت بفرق في العمل بتاع للأسف يعني كلية هندسة مفيش عملي كتير عندهم يعني أنت تفوقت في الحتة دي الحتة العمل كنت واغداها بشكل يعني أكتر كتافة من خريج كلية الهندسة كنت الحمد لله كنت كويسة وكنت تعرفت على يعني مسؤولة قسم متسايرات أستاذ إسلام محسي وبدأت علاقتي بي تبقى كويسة بعد ما خلصت المنحة وخلصت دراستي كان فيه عدت في المنحة دي عدت في المنحة كانت المنحة كانت خمسة تيام كان زي كرسي كده مكسف أصلا جوا مجمع خدمة صناعة ده كوكب بالنسبة لك